عايزين نشكر كافة سادة الوزراء اللي شرفونا ونورونا النهاردة في هذا الرالي اللي هو يعد الرالي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بالنسبة للسيارات الكهربائية للجامعات الحاجة الثانية أنا مبسوط جدا 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 وبتشرف وفخور إن أنا فستكو شباب جامعات مصر فكل التحية ليكم رجالة وبنات لا أنا عايز أسمع تحية ليكم منتو فأنا عايز تحية كبيرة قوي 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 والله أنتو حاجة تفرح ومدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة عمرو مكان هيكتمل إلا بوجودكو عايزين نشكر الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية عايزين نشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الجهات والمؤسسات والأكاديمية البحرية طبعا وأكاديمية البحث العلمي وكافة الجهات والمؤسسات اللي شاركوا إن الحدث ده يطلع للنور الحدث ده مش بس فعالية رياضية أو فعالية تخص البحث العلمي لا الفعالية دي مهمة جدا عشان بتدي أمل لشباب كتير جدا كان بيبقى عنده أفكار عنده أحلام نابغ في فكرة نابغ في موهبة عنده عبقرية في تخصص ما وكان قبل كده ما بيلاقيش البيئة الإيجابية الحاضنة للموهبة اللي عنده بوجود الفعالية دي وبوجود هذا الرالي بالاهتمام اللي موجود من القادة السياسية من الحكومة بحضور دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وكافة الوزراء والجهات اللي كانت موجودة النهاردة ده بيدي رسالة في منتهى الإيجابية إن أي حد عنده موهبة في أي مجال وخاصة في مجال البحث العلمي هيلاقي بيئة حاضنة هيلاقي دعم مادي وفني ومعنوي دعم مادي وفني ومعنوي عشان هو يستفيد على المستوى الشخصي وعشان بلده تستفيد منه فكل التحية لكل القائمين على هذا الرالي وكل التحية لكل القائمين على فعاليات مهرجان العالمين الجديدة المدينة اللي تعتبر فخر لنا كلنا حاجة في منتهى الجمال والحلاوة اللي موجودة في الدنيا في كل شبر هتعمش فيه هنا هتحس بتنمية والكلام ده الواحد زمان أو في أوقات سابقة كان ممكن يحس إن الكلام مش معبر عن اللي هو بيشوفه فعلاً اللي شاف غير لسمع اللي بيجي هنا ويمشي في العالمين يشوف الشباب اللي زي الفل يشوف الجماعات اللي موجودة في العالمين يشوف إن هي مدينة مش مجرد منتجع ولا شوية شواطئ ولا شوية فنادق يشوف مدينة بكل ما تحمله كلمة من معنى صحراء من أكتر من سنة ما كانتش موجودة على الخريطة السياحية دلوقتي بتعد واحدة من أهم المقاصد السياحية على مستوى مدن الشرق الأوسط أضفنا منتج سياحي الخريطة السياحية في مصر شوفت هنا كم أجانب أنا مشي عامل زي مفاتش الصحة في البلد كل ما شوف حد أسأله أشوف أجانب كتير من جنسيات كتير بسألهم أنتوا مبسوطين يقولوا إحنا منباهرين بيجوا هنا مفيش في جمال البحر اللي عندنا في أي حتة في الدنيا مبسوطين بالهوسبتاليتي مبسوطين بالمدينة مبسوطين بكل تفصيلة موجودة فيها قابلت شباب كتير يفرح زيكم شغال هنا وموجود في العالمين الجديدة مبسوط بفرص الشغل اللي لقاه هنا مبسوط بفرص العمل اللي لقاه في العالمين الجديدة حس بالبلدي كده يقولوا إحنا هنا متقدرين ماديا كويس لقين أماكن إقامة كويسة جدا إحنا نتمنى أن العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة يفضل موجود طول السنة عشان نفضل بنحصل على المكتسبات والامتيازات اللي البلد حققتها لنا بوجود العالمين الجديدة شفت سياح أجانب من كل حتة في الدنيا عمرهم ما كانوا بيجوا الساحل الناس دي حتى لما كانوا بيجي بلدنا كانت بتروح شرم الشيخ أو الغرداء النهاردة احنا أضفنا لهم منتج جديد ووجهة سياحية ومقصد سياحي جديد هو الساحل الشمالي وتحديدا العالمين الجديدة فكل الشكر لمن خطط وفكر ونفذ من أجبر حد لأصغر حد المكان الفاخر المحترم الجميل واللي في نقطة مهمة جدا لازم نأكد عليها إن هو بيستوعب زي ما هو مقصد سياحي للأجانب زي ما هو منتج سياحي جديد بيدر على البلد عملة صعبة هو أيضا بيستوعب كافة فئات المجتمع المصري وانتوا موجودين هنا وشفتوا ده شفت عائلات موجودة في الممشا بتتماشى اللي عايز حجب ألف هيلاقي اللي عايز حجب عشرة هيلاقي اللي عايز حجب مئة ألف هيلاقي كل الفئات المصرية كل العائلات المصرية هتبقى موجودة شفت حاجة هنا في الساحل الشمالي أو شفتها في منينة العالمين الجديدة تحديدا عمري ما شفتها قبل كده في الساحل الشمالي كله من اسكندرية لمرصة مطروح أن تلاقي مكان في السحل الشمالي فيه سحل أو فيه شاطئ بالمجان لأهل مصر يقدروا يدخلوا معززين مكرمين ده ما كانش موجود في أي حتة في السحل الشمالي وبالعكس كانت الناس فيه وقت كتير بتشتكي أن السحل كله مترصص مباني وكمباوندز وقرى ما قدرش أدخلها إلا لما أدفع فلوس وألوفات وملايين النهاردة الدولة بتوفر في أحلى وأجمل مكان في السحل الشمالي شاطئين بالمجان أنا كنت موجود وإحنا في أول حلقة من صباح العالمين الساعة ستة وتلت شفت إزاي أوتوبسات جاية من كل حتة في مصر بإخوتنا وأهلنا وحبيبنا نازلين يتمتعوا بلدهم بشاطئ في منتهى الجمال ويقضيهم في منتهى الحلاوة ويرجعوا وشفت أسر كتير وأطفال وشباب مبسوطين على قد الميزانية اللي موجودة معاهم على قد البودجت اللي هم حطينها لأجازتهم فكل التحية والتقدير للحاطة البعد الاجتماعي في تفكيره وهو يبني مفخرة لنا كلنا وهي مدينة العالمين الجديدة أنا عايز أحييكوا قبل ما نختم تحية كبيرة جدا 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 إن أنا كنت موجود في وسطكور النهاردة أنا عايز أسمع تحية كبيرة بقى لكل الجماعات اللي موجودة فين المنوفية وفين العشر من رمضان وفين اسكندرية وفين المنصورة وأسيوت حبيبي حبيبي والله العظيم إحنا عندنا أحلى وأجمل وأجدع شباب وبنات في الدنيا بشكر حضراتكم مشاهدين في كافة القنوات المصرية على متابعتكم لينا ومهرجان العالمين الجديدة لسه مخلص إحنا موجودين معاكم لغاية نهاية أغسطس عندنا فعليات في منتهى الأهمية وكل يوم هتلاقوا مفاجأة جديدة مساء الفل والرضا والجمال على حضراتكم شكرا يا رجالة شكرا يا رجالة مصر شكرا يا رجالة شكرا يا رجالة شكرا يا رجالة شكرا يا رجالة شكرا يا رجالة